بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم خير معالي وزير الخارجية التركي السؤال الموجه لحضرتك بعد هذه المسيرة من المفاوضات والمباحثات الناجحة مع الجانب المصري أتصور أنه ما يحدث في هذه القاعة يجب أن يؤثر على الإقليم متى وكيف نرى تأثير ما يجرئ الآن من مباحثات على الملف الليبي بشكل واقعي على الأرض وهل يمكن أن نجد اجتماعا ثلاثيا يضم القادة الليبيين مع القادة المصريين والأتراك هذه واحدة كيف يمكن أيضا أن تشارك هذه الروح بين مصر وتركيا في مواجهة حقيقية للإرهاب في منطقة شرق المتوسط كيف يمكن أيضا مواجهة الهجرة غير الشرعية هذه نقاط مهمة يتساءل عنها الإقليم لكن المواطنين في مصر وفي تركيا ربما يكون لهم اهتمامات خاصة هل يمكن معالي الوزير أن يكون هناك دور تركي بوساطة بين مصر وأثيوبيا لما لي تركيا من علاقات قوية مع أثيوبيا واستثمارات يعني ثاني أكبر مجتثمر في أثيوبيا هي تركيا هذه هي أثيوبيا